لما سؤل عن موضوع الطلاق إلا لعلة الزنا لأنه بيصير خلاص في الإنسان يخطئ إلى جسده بيكون فيه شيء يعني صعب في الموضوع فحتى في العهد القديم لما بيتكلم عن الطلاق بيتكلم مثلا شخص أعطى زوجته ورق الطلاق بحسب تثني 24 وإذا الزوجة تزوجت رجل آخر ممنوع ترجع للزوج الأول فكيف نغير فكر الله وكيف نغير رأي الله فإذن أحبائي حتى موضوع الطلاق الرب يسوع تكلم عنه بشكل صحيح مباشر وعلم أنه الرجل طبعا على سورة الله والامرأة على سورة الله يعني المرأة مش ناقصة عقل المرأة كمان مخلوقة على سورة الله ومش بترخص في قيمة المرأة بالصلاة أو بالغسلات أو بالطهرات أو ما شابه هذا فبعلم المسيح عن قدسية هذا الموضوع مرة تانية ما فيش آية حتى تبرر موقف يسوع المسيح ما في آية مثلا راح مع امرأة فبتنزل عليه آية حتى تبرر موقفه تعليمه واضح جدا لهذا الدرجة حتى أتباعه اللي تبعوه شافوا هذا الشيء في شخصية يسوع حازم حاسم اتعامل مع الجميع بقدسية برحمة بلطف عملهم كأنهم فعلا مخلوقون على سورة الله اشتركوا في القناة